شهدت المملكة خلال العام الماضي عدة قرارات وأحداث كان أبرزها تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم إضافة إلى أمره الحكيم بإطلاق عاصفة الحزم للإنقاذ اليمن الزميل حسين بن مسعد يجمل هذه الأحداث وغيرها في التقرير التالي شهدت المملكة خلال العام 1436 عدة قرارات وأحداث كان أبرزها مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملكا للبلاد في الثالث من ربيع الثاني لعام 1436 صدور أمر ملكي باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وليا للعهد وتعين سموه نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية ورئيسا لمجلس الشؤون السياسية والأمنية في العاشر من رجب لعام 1436 إضافة إلى أمر ملكي آخر باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليا لولي العهد وتعين سموه وزيرا للدفاع ورئيسا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية دمج وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة باسم وزارة التعليم وتعين عزام الدخيل وزيرا للتعليم في التاسع من ربيع الآخر لعام 1436 صدور أمر ملكي بتعين الاستاذ عادل بن أحمد الجبير وزيرا للخارجية في العاشر من رجب لعام 1436 وقرار هام ببدء عاصفة الحزم من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة ضد الميليشيات الحوثية في اليمن استجابة لطلب من رئيس الجمهورية اليمنية عبدرب منصور هادي بعد هجوم الحوثيين على العاصمة المؤقتة عدن في الخامس والعشرين من شهر المارس لعام 2015 ومن الحوادث المؤلمة التي مرت بها المملكة سقوط رافعة الإنشاءات في المسجد الحرام نتيجة عواصف ماطرة مفاجئة في السابع والعشرين منذ القعدة لعام 1436 ووفاة وإصابة المئات من الحجاج في حادثة تدافع بميناء صبيحة يوم العيد في العاشر من شهر ذي الحجة كل هذه الأحداث والقرارات شهدت وقفة حازمة من قيادة البلاد أعطت صورة عالمية عن حزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك الحزم حسين بن مسعد الإخبارية الرياض هنا معي في الستوديو للحديث حول أبرز اللي صار في العام الماضي مدير التحرير بصحيفة مكة تركي الصهيل أهلا يا تركي أهلا وسهلا عبد الله من زمان عنك الله يحفظ طويل عنك إيش الأبرز القرارات اللي أنت شفتها بيننا على التقرير وأيضا بما استقرأت أنت طوال العام الماضي طبعا أول شي بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة السلام على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم اسمح لي بداية أن أقدم حقيقة التهنئة القلبية المقرونة ببالغ الأمنيات بأن يكون بإذن الله تعالى العام الجديد عام خير ونماء وأمن واستقرار على هذه البلاد أحب أن أبارك لوطني وأرضي والشعب الكريم والقيادة الحكيمة على العام الجديد نسأل الله تعالى أن يكون عام خير وبرك بإذن الله تعالى طبعا لما نتحدث عن عام 1436 هو عام استثنائي بامتياز نتحدث عن رحيل الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمة الله عليه ذلك ملك الإنسانية الذي يشهد لها القاصي والداني كان رحيله من أكبر المصائب حقيقة لحالة المملكة عربية السعودية ولكنها تعوى يعني الله عوضها سبحانه وتعالى بقدوم ملك استثنائي آخر وهو سلمان بن عبدالعزيز الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لو لم يقم بهذا العام حقيقة إلا بإعادة العروبة المنتهكة حقيقة إلى وضعها الطبيعي أو مكانها الحقيقي عبر عاصفة الحزم لكفاه ولكنه الرجل طبعا تعودنا منه أن لا يكتفي بالقليل وتعودنا منه أن يقدم حقيقة الكثير سواء كان لبلده أو للأمة الإسلامية والعربية بشكل كامل نتكلم عن عاصفة الحزم يعني أمر كان يعني قوي جدا وصارم أن عاصفة الحزم تبدأ وأيضا تبعها إعادة الأمل أيضا الآن يعني رجع الرئيس الشرعي إلى اليمن كيف ممكن نتكلم عن عاصفة الحزم؟ طبعا قرار عاصفة الحزم يمكنه يعني تصف الكثير من الدوائر الغربية ودوائر صنع القرار السياسي بأنه كان قرار مفاجئ يعني صح قرار مفاجئ في توقيته ولكنه لم يكن مفاجئ حقيقة للمملكة العربية السعودية ولدول الخليج لسبب معين بأنها كانت تستشعر حقيقة الخطر القادم من اليمن خطر الصواريخ الباليستية خطر انقلاب الحوثي على الشرعية هناك فالمملكة العربية السعودية ودول الخليج بعد اعتمادها على الله سبحانه وتعالى قررت في ذاك الوقت أن تعتمد على نفسها لم تنتظر حقيقة أن تأخذ ضوء أخضر من هنا أو من هناك فبكل تأكيد اليمن بلد جار المملكة العربية السعودية حريصة حقيقة على أمن واستقرار ذلك البلد الجار لأن أي حريق لدى بيت جارك على مستوى الطبيعي سيؤثر عليك وسيمتد إذا لم تكافحه فما قامت بالمملكة العربية السعودية هو عبارة عن مكافحة الحرائق التي كادت حقيقة أن تطالها من اليمن وتعصفت باليمن نعم هي عصفت بكل تأكيد نظير جنون الرئيس المخلوع علي عبدالله الصالح وعدم مبالاة الحوثيين وجهلهم تلك مجموعة سفيهة لم يكن لم تستطع أصلا أن تقوم بما قامت به لولا أن هناك دعم كبير حقيقة من الرئيس المخلوع علي عبدالله الصالح من تشكيلاته في الحرص الجمهوري ومن إيران كذلك نتكلم وسط عصفة الحزم نتكلم عن رجال دافعوا المملكة عن تضحيات بصراحة في قواتنا ممسلحة نتكلم عن تضحيات كانت على حدود اليمن وكانت أيضا جوه اليمن للدفاع أيضا عن الشرعية في اليمن كيف ممكن نجمل اللي صار من رجال أمن على الحدود وأيضا داخل الأراضي اليمنية بعد انتهاء عصفة الحزم وبدأ عادة الأمن بالبداية أول ضروري أن نوجه لهم كلمة شكر ووفاء للأمانة يعني أشخاص تركوا منازلهم أشخاص يعني رابطوا في العراء وذلك كله لرفعة المملكة ولحماية أمنها وحدودها نشاهد كثير من الصور المؤثرة صور جنود يعني يغادرون منازلهم ويودعون أطفالهم قد لا يرواهم مجددا ولكنهم كل ذلك كان في دائل الوطن لذلك للأمانة حقيقة هناك كلمة شكر يجب أن تقال لكل شخص فيهم قبلة رأس يجب أن توجه أو تطبع على جبين كل رجل أمن ترك منزله ترك أبنائه سواء كان الصغار أم يعني كله لماذا؟ كله لحماية أمن المملكة وحماية حدودها فهؤلاء الرجال كانوا الرقم الصعب حقيقة في هذه المعادلة يعني قدموا الكثير من التضحيات سواء كان على الحدود أم داخل أراضي اليمنية فلهم مننا كل الشكر وندعو الله سبحانه وتعالى بأن يعودوا بأقرب بقت إلى منازلهم سالمين وخيرا أخوي تركي صهيل كلام كان من القلب أكثر من ما كان تحليل شكرا لك تركي صهيل مدير التحليل بصحيفة مكة اللي أحيانا يتكبر عينا ما نشوفه شكرا لك 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 شكرا لك